نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقاريرا تضمن جداول توضيحية تصلط الضوء على تغير ملامح الحياة على أرض الفيروز ومدن القناة بفضل المشروعات التنموية العملاقة خلال السنوات التسعة الماضية التي شهدت تنفيذ استراتيجية التنمية الشمالة لسيناء ومدن القناة ورصد التقرير رؤية الدولية الإيجابية في ملف تنمية سيناء حيث أشرت المونيتور إلى تقديم مصر حوافز كبيرة لمواطنيها للانتقال إلى سيناء في إطار جهود الحكومة المصرية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في سيناء وإنهاء عزلتها كما أكد البنك الأوروبي لعادة الإعمار والتنمية دعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون مصدر جذب للمستثمرين ترجمة نانسي قنقر